وأنا عايز أقول لك أن منتدى الغاز لشرق المتوسط والجهد اللي احنا بنعمله مع الشركات شركات البحث والتنقيب هي اللي حتبقى العنصر الحاسم في أن المنتدى يقوم بدوره في تخفيف من آثار الأزمة والطلبة على الغاز لأوروبا خلال المرحلة القادمة كل ما هيبقى فيه اكتشافات سواء كان في اللبنان زي ما ذكرته أو في إسرائيل أو في مصر أو في أي دولة تانية وهذا الغاز يصل إلى أوروبا أتصور ده حيقلل من حجم الطلب أو حجم الضغط الناتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية خلينا دي في نقطة تانية وقت بها أنا عايز أقول لأصدقائنا الشركات الكبيرة والشركات اللي بتعمل في هذا المجال تأثرتم كثيرا بالانطباع عن فكرة الطلب على الغاز والطاقة خلال السنوات الماضية وده أثر على حجم الضغط أو حجم ضغط السمارات في مجال يعني الطاقة الأحفرية للبترول والغاز وبالتالي حجم المعروض ما كانش يعني بالمستوى المطلوب وبالتالي لما حصلت الأزمتين سواء الأزمة كوفيد أو أزمة الأزمة الروسية الأوكرانية ابتدت الأسعار تبقى زيادة يعني ده معناه أننا لا نتأثر كتير بالانطباع ونتعامل مع الواقع وواقع الطلب وواقع نمو الطلب خلال السنوات القادمة شكراً جزيل شكراً جزيل شكراً جزيل